مشاهدين ساعة الوقت تسعى بتوقيت القاهرة معدنا مع موجز الأهم الأنباء مع محمد الشازلي تفضل يا شاد شكراً منا أتسعى صباحاً بتوقيت القاهرة أساد ساب توقيت جرينتش موجز الأهم الأخبار يأتيكم من التلفزيون المصرية أهلاً بكم أكد رئيس عبد الفتاح أسيسي أن التوصل لاتفاق فوري لوقف إطلاق النار في غزة يكتسب أهمية فائقة في هذا التوقيت الدقيق سواء لضرورة وضع حد للمعاناة الإنسانية الكارثية بالقطاع أو لإنهاء حالة التصعيد وتجنيب المنطقة ويلات توسع نطاق الصراع جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس أسيسي من نظيره الأمريكي جو بايدن وخلال الاتصال تم استعراض آخر تطورات جولة التفاوض التي تستضيفها القاهرة حالياً وأكد الرئيسان أهمية التزام الأطراف المعنية بتذليل العقبات وإبداء المرونة لإتمام الاتفاق عقد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي جلسة مشاورات سياسية مع نظيراته اليابانية يوكو كامي كاوا هذه المشاورات جاءت على هامش فعاليات مؤتمر التكاد في العاصمة توكيو قالت كامي كاوا إن بلادها تتابع بقلق شديد ما يحدث في غزة وحرصت على الاستماع لتقييم الوزير عبد العاطي لآخر مستجدات جهود الوساطة المصرية الأمريكية القطرية لوقف إطلاق النار وإطلاق صراح المحتجزين معربة عن تطلع اليابان للمساهمة بفعالية في جهود إعادة الإعمار في مرحلة ما بعد الحرب استشهد تسعة فلسطينيين وأصيب خمسة عشر آخرون بينهم أطفال ونساء إثر قصف إسرائيلي طال أحياء مختلفة من مدينة خان يونس وشمال مخيم النصيرات في قطاع غزة فيما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس شمالية ضفة الغربية برفقة عدد كبير من الأليات العسكرية فادت وكالة الأنباء الفلسطينية باستشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في أبراج عين جالوت بمخيم النصيرات وسط غزة حث المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان لجنة من قضاة التحقيق في المحكمة على إصدار قراراتها بشكل عاجل بشأن طلبات الاعتقال التي قدمها خلال مايو الماضي بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو ووزير دفاعه يؤاف جالنت هذا ودع المدعي العام القضاة إلى اتخاذ قرار عاجل بشأن طلبه إصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو وآخرين على صلة بالحرب قائلا إن المحكمة تتمتع بالاختصاص القضائي أكدت حملة المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب أن إعلان المرشح المستقل روبرت كينيدي تعليق حملاته الانتخابية سيقدم دفعة للرئيس الأمريكي السابق خاصة في الولايات المتأرجحة يأتي هذا في حين نشرت حملة المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس بيانا حاولت فيه استمالة المصوطين المؤيدين لكينيدي وكان روبرت كينيدي هو مرشح المستقل قد قرر الانتخاب من السباق الرئاسي ودعم ترامب خلال خطاب له في فانيكس بأريزونا وعز كينيدي قرره إلى أن استمراره كان يعني مساعدة هاريس أعلنت الشرطة الألمانية مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة ستة آخرين في حصيلة أولية إثر حدث طعن عشوائي نفذه رجل خلال مهرجان في مدينة زوليجين بغرب ألمانيا وتجري الشرطة الألمانية عملية كبيرة لمحاولة العثور على المشتبه به بعد فراره أعربت وزارة الخارجية الكورية الشمالية عن قلقها الشديد ونددت بشدة بالخطة الاستراتيجية النووية المعدلة التي أقرها الرئيس الأمريكي جو بايدن هذا العام هذا وأكدت وزارة الخارجية الكورية الشمالية أن جهود الدول الأخرى ذات السيادة لتعزيز قدراتها الدفاعية للتعامل مع التهديد النووي المتزايد من الولايات المتحدة لا يمكن أن يكون ذريعة لحشد أسلحتها النووية لتعديل الوضع النووي على نحو عدواني ومستفز مؤكدة أن كوريا الديمقراطية الشعبية ستنضي قدما في بناء قوة نووية كافية وموثوقة بما يكفي للدفاع القوة عن سيادة أراضيها ومصالحها الأمنية اتهمت الحكومة الفلبينية الصين بإطلاق قنابل مضيئة على إحدى طائرات الدوريات التابعة لها في بحر الصين الجنوبي ذلك قرب جزر متنازع عليها بين البلدين قرب منطقة سكاربوريف بدورها أعلنت بكين أنها اتخذت إجراءات مضادة ضد طائرات عسكرية في البنية متهمة إياها بدخول مجالها الجوي فوق بحر الصين الجنوبي أكدت وزارة الخارجية أن الصين ستواصل حماية سيادتها الإقليمية وحقوقها البحرية بحزم وستعارض بشدة أي عمل ينتهكها نهاية الموجز نعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر ولكن بعد الفصل